وكان فخمة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة قد استقبل مع السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة زيارته للبلاد وأشهد الرئيس اليمني خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلادين وبما حققته قوة التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن والمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وعودة الاستقرار إلى اليمن من جهتهما رحب رئيس مجلسي النواب والشورى بزيارة الرئيس اليمني لمملكة البحرين وأكدا على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين معربين عن تأييد المجلسين الكامل ووقوفهما إلى جانب الشرعية في اليمن وأملهما في عودة الاستقرار إلى اليمن الشقيقة اشتركوا في القناة